موسيقى أهلا بيكم وحلقة جديدة من الأهل في رمضان وليالي الأهل في رمضان مش هي بس اللي جميلة ده ليالي مصر كلها جميلة قبل أي حاجة لازم أقول لكابتن هاني كل سنة وانت طيب يا كابتن هاني بوناسبة عيد القيامة المجيد وانت طيب يا فارس وأعيادنا كابتن كلها جاية مع بعض عيد شام النسيم عيد الفطر عيد القيامة ومشاعر حلوة كابتن ومشاعر جميلة واحنا نحن مواحل لك دا ما فيش شك طبعا هي دي مصر خلينا نتكلم كل أمان يا فارس هي دي مصر ودائما بنتكلم مصر بلدنا من أعظم دول العالم والواحد كان بيحس بدوت وهو كمان عايش في الغربة فيه سنوات طويلة جدا جدا إن مصر دي صدقوني ما فيه زياء عندنا مشاكل وكل الناس عندها مشاكل لكن دايما مصر وشعب مصر شعب مختلف عياد رمضان والفوانيس هتلاقيها موجودة مع عيادنا والكريسماس هتلاقي موجود المساحيين اللي صايمين سيامهم والمسلمين اللي صايمين سيامهم وحنا بن سومبرا ورمضان وبيكون يعني أجواء جميلة جدا جدا مصر عظيمة بشعبها وحتفضل مهما بعض الناس حاولوا يكسروا الحتة دي لكن مصر عظيمة بشعبها ودايما ربنا حافظ مصر وربنا حافظ بلدنا في شكل كبير كل سنة وكلنا طيبين النهاردة 25 رمضان وأيام رمضان بتجري بسرعة جدا من حلوتها ومن يعني رمضان عنده رونق خاص جدا جدا بيجري بسرعة جدا النهاردة 25 رمضان كل سنة ومن طيبين خلال الأيام اللي جاية كمان فيه أعياد كل سنة وحضراتكم طيبين والنادي الأهلي كمان طيب 115 سنة على تأسيس نادي عظيم نادي القرن نادي البطولات نادي المبادئ النادي اللي احنا تربنا فيه وعشئناه وعشنا فيه سنوات طويلة وكان ليه فضل علينا كبير جدا جدا أنا واحد من الناس النادي الأهلي ليه فضل كبير جدا بعد ربنا في مشوار احترافي اللي استمر أكتر من 15 سنة فارس كل الناس كل سنة ومن طيبين وان شاء الله الأيام اللي جاية كمان أيام سعيدة على النادي الأهلي والنادي الأهلي دايما بيفرحنا بره رمضان وجوه رمضان بيفرحنا طبعا وكمان فرحنا بصراحة جدا جدا بالوصول المغوراه نسو النهائي ان شاء الله ربنا يعني يكملها على خير ده هي يا كابتن هاني وإذا كان مصر جميلة وزي ما بنقول لكم مصر جميلة وأعيادنا كلها واحدة والروح الحلوة اللي احنا حسنها الفترة دي والمشاعر اللي بتسيطر علينا فكمان النادي الأهلي جميل وذكرى تأسيسه الـ 115 جميلة ومختلفة لأن كل سنة النادي الأهلي بيكتب تاريخ جديد أنا في جملة دايما بقف عندها وهي من جملة المحببة إلى قلبي قالها عصام الشوالي لما قال لو لن نادي الأهلي في إفريقيا لكان للأنديات تونسية شأن آخر أنا لأ بقول أن لو لن نادي الأهلي في إفريقيا لكان لكل أنديات القرى محليا وإفريقيا شأن آخر لأن النادي الأهلي يا جماعة هو المعادلة المستحيلة هو العامل الغير طبيعي وخارج كل حسابات المنطق تعندك في إفريقيا النادي الأهلي بعشر بطولات الزمالك ومزنبي بكمس بطولات تخالي الأهلي مش موجود في المعادلة كان فرقين آخرين بيت نفسه على زعامة القرى محليا أيضا هتلاقي النادي الأهلي على سبيل مثال في بطولة الدوري عنده 42 بطولة دوري في المقابل كل فرق الدوري الأخرى مجتمع عندها 20 بطولة دوري عشان كده كل عيد للنادي الأهلي بيكتب فيه تاريخ جديد وبيكتب فيه معادلة صعبة جديدة أظن كابتن ده مش موجود في حتة أجرب في النادي الأهلي أعتقد من النادي الأهلي وخلاص بيضاهة الأندية العالمية إحنا دايما بنتكلم والنادي الأهلي خلي بالك اللي بتتكلم عليه ده نتاج لمجهودات كبيرة جدا جدا بنتكلم على 115 سنة وزي ما بتكلم دايما نادي الأهلي منذ بداياته متمسك بمبادئ وخطوط عريضة ماشي عليها طوال هذه السنين على مستوى الإدارات الفنية على مستوى مجلس الإدارة النادي الأهلي الأشخاص تتغير وكيان النادي الأهلي لن يتغير وما بيضيرش فده سر النجاح النادي الأهلي وأعتقد مشوار 115 سنة عد بطولات كبيرة جدا جدا على مستوى القرية على مستوى المحلي أكيد فيه فرقات كبيرة جدا ودايما النادي الأهلي في حتة تانية ودايما زي ما بقولك خلاص إحنا عندنا الأساس البنى الأساس من سنوات طويلة جدا وكل ما يأتي من لعيبة مدرين فنيين أجهزة مجالس إدارات أعتقد خلاص يبقى الترس شغال بنفس المنهج ونفس المبادئ وهو ده سر النادي الأهلي اللي زي ما أنت بتقول يعني النادي الأهلي على مستوى القرى الأفرقية دلوقتي النادي المرعب على جميع المستوى ما فيش شك الأرقام اللي بيحقق النادي الأهلي خلال البطولة الأفرقية أرقام كبيرة جدا جدا واحنا كمان في صدد النهاردة كمان هنتكلم على يعني وصول النادي الأهلي وحلم جديد وطبعا ترشيح النادي الأهلي والمرشح الأقوى في البطولة أعتقد كمان إنجاز هيبقى يعني إنجاز كبير جدا في المرة في تاريخ الكرة الأفرقية لحصول على البطولة الأفرقية ثلاث مرات على التوالي. معادلة إن شاء الله بإذن الله. أولادنا قادرين أن نحياها بإذن الله. ده حقيقة كابتن هاني. وأنا عايز أخذ من كلام حضرتك فيما يخص أن النادي الأهلي عنده شكله. وعنده دولاب عمله الإداري. وعنده الكتالوج بتاعه اللي هي مبادئه. لما تجي تتكلم عن أي أندية في العالم. وكل ناس لها أندية بتحبها أيضا. وبتباحها في الكرة العالمية. هتجي أن تلاقي نفسك أغلب بالوقت بتتكلم في كرة القدم فقط. إنما زي ما قال كابتن هاني أن أنت عندك مرجعية. عندك مبادئ. عندك يعني الكتالوجك الداخلي. وعندك الأمور اللي بترجع لها. إحنا لسه بنحكي نقول كابتن صالح سليم حصل كذا. كابتن حسن حمدي مع كابتن صالح في أزمة 85 حصل كذا. هو ده اللي موجود عندك واللي مش موجود في أي حتة تانية. وصدقوني. ده الأساس قبل أي حاجة. وده اللي بيخلينا نتحط في الحتة اللي أيضا كابتن هاني بيقول عليها. وإن أنت عندك حلم مختلف. فكرة إن أنت النادي الأهل يا جماعة بيعمل حاجة. أنا بقول إنه هو مخلي الناس تحس إن هي سهلة. إن أنت تيجي في طريقك للبطولة التالتة على التوالي. وعندك عشر ألقاب. البعض اللي خارج المشهد يقول لك القصة سهلة. لا القصة صعبة. أنت شايفها سهلة عشان أنت بره. إنما النادي الأهل اللي مديك إحاء إن هي سهلة. ليه مديك إحاء إن هي سهلة؟ لأنه شفنا عندها كابتن هاني زي التراجي. شفنا فريق زي سانداونز كان بتقال إنه المرشح الأول للقب. شفناه بيخرج. النادي الأهل الوضع مختلف شوية. رغم أن أنت مفترض يعني تكون أقل شغفا بالبطولة. لأنك محاق بالبطولة. ده حقيقي. لكن ده مختلف تماما. وعايز أقول جملة يمكن تقاليت لي. إحنا كنا بنتفرج على مباراة السيتي وريال مدريد برا. وطبعا واحد بحب ريال مدريد. قال لي بس أنا مش عايز ريال مدريد يكسب. كنت يحب ريال مدريد. قال لي لا. لو كسب حيأخد دورة بطولة قرية. وبالتالي فيه منافسة بيننا وبين ريال مدريد. ده دي روح يعني روح النادي الأهل. خلاص إحنا بنقرر نفسنا دلوقتي على مستوى البطولات بأنداء عالمية زي ريال مدريد على مستوى البطولات القرية. وبالتالي زي ما بقولك هو ده النادي الأهلي وإذا كان بعض الناس في مشوار البطولة نفسها بيقولك لا مع بداياته القوية كان المراشح لكن أنا دايما بربط النادي الأهلي حتى لما يكون النادي الأهلي مش في المستوى الفني المطلوب لكن عنده حس الفوز عنده ثقافة الفوز وخلي بالكم الثقافة دي وانا لعيب كرة وعارف ما بتجيش ما بين يوم وليلة نتيجة تجارب كتيرة جدا نتيجة خبرات كبيرة جدا من خلال مباريات صعبة خارج أرضك ضغط جماهيري ضغط تحكيمه هنيجي الموضوع التحكيم كل دوة خبرات اكتسبها لعبة النادي الأهلي على مر السنين حتى على المستوى الفني على المستوى الإداري وبالتالي بتلاقي النادي الأهلي حتى لو مش أحسن حالاته بيوصل للمباراة النهائية ويكون مرشح بقوة لهذه البطولة الكبيرة